وإحنا في يوم الجمعة بنحاول قد ما نقدر أنه نبقى بندخص أحداث الأسبوع لكن الحقيقة أنه الأسابيع والأيام حافلة جدا بكثير من الموضوعات اللي لا يمكن تلخصها أبدا في حلقة واحدة لكن إذا كان فيه عنوان للأسبوع والأسبوع اللي فات والشهر اللي قبله والشهر اللي فات وأعتقد نصف الأخير من 2022 عنوان وحيد وينفع يكون عنوان عام يجب أن يكون فيه مقدمة العنوين فهو وضع اقتصادي عالمي متأز يعني بنختتم حتى النشر النهاردة مع زجملائي وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد الأمريكي ووحدة من على رأس العنوين تحديات حقيقية بتواجهها الاقتصاد الأمريكي اللي إحنا بطبيعة الحال بنعرف أنه أحد أهم وأكبر وأطخم الاقتصادات في العالم فإذا تحدثنا عن اقتصاد متأزم فإحنا لازم كل مرة نفكر نفسنا أنه الاقتصاد المتأزم ده لما بيتأزم في العالم كله في الحالة دي أو دي الحالة الوحيدة لما ينفعش أقول ما أنا مالي أي حاجة في الأخبار ينفع تقول عليها وأنا مالي أو ما يشغلنيش إذا كنت أنت شخص مش حب قوي تدخل في التفاصيل إلا الاقتصاد الاقتصاد يخصك ويخصنا ويخص حياتك اليومية ويخص بيتك ويخص مستلزمات الدراسة القادمة عليك ويخص احتياجات السوبر ماركت فعلينا أن ننتبه لشوية حاجات أعتقد أنها واقع جديد كل الأسر المصرية كل الطبقات بتعاني منه ومنتبه إليه معرفش إليه ما بنتكلمش عنه كتير بس هو مهم جدا إنه إذا كان فيه وضع اقتصادي عالمي جديد فبطبيعة الحال هيبقى لازم فيه مرونة كده في التعامل هيبقى فيه طرق جديدة للإنفاق هنبقى محتاجين ندور ونفكر في طرق جديدة كمان ومصادر جديدة للدخل وهنبقى محتاجين نكون مستعدين وبقدر كبير من المرونة وهنا مش بقول بس البيوت لأن البيوت مضغوطة بشكل كافي لكن كمان الأداء الرسمي والحكومي هيبقى لازم طول الوقت يكون على قدر من الاستعداد لأنه هو جزء من مواجهة الوضع الاقتصادي العالمي الجديد اللي كلنا بنمر به فيش أي ميزة إننا نقول لا ما فيش مشاكل لا في مشاكل طبعا في العالم كله وبطبيعة الحال إحنا مهم جدا نتشارك بإنه هذه المشاكل هي تحت السيطرة أنا عجبتني جملة فعلا فيه خطاب المتحدث عن الاقتصاد الأمريكي أنا أسفى أنه ناسية اسمه لكن هو كان بيتكلم إنه إزاي نساعد في إنه نحافظ على ثبات الأسعار عشان نضمن إن الأمور تبقى تحت السيطرة ودي واحدة من تحديات الدولة المصرية بالمناسبة في تحدي تاني إنه مش بس نحاول نحافظ على ثبات الأسعار لكن كمان نحاول نحافظ على توفر كل المنتجات وده اللي هتشوفوه بيحصل طول الوقت إنه أهم حاجة الدولة بتحاول تعلن عنها وبتحاول تأكدها وترصخها وتطم من الناس عليها إنه الإحتياجات الأساسية موجودة مثلا العام الدراسي الجديد بيقترف نتكلم عن مبادرة كلنا واحد وعودتها وأسعار وتخفيضات الدولة بتدخل في قلب الإحتياجات اليومية الأساسية وبطبيعة الحال إحتياجات أساسية في كل القطاعات وعلى رأسها هيفضل طول الوقت الصحة والتعليم الإحتياجات الأساسية اليومية للمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر